بداية هناك تعبير بالانجليزية يدعو بأنك حقيقة كان يمكن أن تقوم بأكثر من ذلك كثيرا ولكنك اخترت بأن تقوم بالأمر على نحو محدود كانت هذه ضربة من قبل إسرائيل ليست ضد مصانع صواريخ الباليستية التي تمثل تهديرا لإسرائيل ولكنها رغبت أيضا في أن تقود النظم الدفاعية وأن تكشف مواطن الضعف الإيرانية فإذن الإسرائيليون كان بإمكانهم أن يدخلوا إلى إيران علما بأنها ليس لديها أي قدرات للدفاع الجوي بالقدر الذي يذكر وهذا من شأنه أن يشعر إيران بقمة الضعف فأعتقد بأن هناك أمرين رغبت إسرائيل في القيام بهما أولهما أن توضح لإيران بأنها على علم بالمواقع المصانع الصواريخ الباليستية ودمرتها والأمر الثاني الذي رغبت فيه إسرائيل هو أن توضح أن نظم الدفاع الجوية الإيرانية لن توقف القوات الإسرائيلية فإذن في المرة القادمة سيكون من الواضح بأن إسرائيل لديها القدرات أكثر وأكثر من أجل أن توقع مزيدا من الضرر على إيران والأمر الثالث أيضا يبدو بأن إيران أو أعني بأن إسرائيل قد استعانت بمشورة الولايات المتحدة فهي لن تهاجم المنشآت النفطية أو النووية الإيرانية